أهلا بحضراتكم في أجواء تترقب فيها الولايات المتحدة الأمريكية رئيسا جديدا لها يسود التساؤل حول التحديات الكبيرة التي تنتظر الرئيس القادم خاصة مع ترقم ملفات داخلية وخارجية تتطلب منه سياسات حاسمة ورؤية بعيدة المدى في مقدمة هذه التحديات يأتي الملف الاقتصادي حيث واجهت الولايات المتحدة الأمريكية أزمة تضخم غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على قدرة الأسر الأمريكية على تحمل تكاليف المعيشة ووسط مخاوف من ركود اقتصادي محتمل يتطلع المواطنون إلى سياسات تحفيزية جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتساهم في خلق فرص عمل مستدامة لكن الاقتصاد ليس التحدي الوحيد فالانقسام الحزبي المتزايد داخل الكونغرس يمثل عائقا أمام تمرير التشريعات المهمة إذ يزداد الاستقطاب السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي مما يعمق من حالة الشلل التشريعي فالرئيس القادم بحاجة إلى استراتيجية قادرة على كسر الفجوة السياسية وتحقيق نوع من التوافق لتخفيف الاحتقان وإعادة ثقة المواطنين في النظام السياسي أما قضية الهجرة فهي تمثل تحديا آخر حيث يشهد الجنوب الأمريكي تضفقا متزايدا للمهاجرين يتراوح تأثيره بين اعتباره إضافة إلى قوة العمل وإثارة مخاوف حول استقرار الاقتصاد والأمن الديمقراطيون يرون فيه فرصة لتعزيز التنوع الثقافي فيما يرى الجمهويون ضرورة تجديد الرقابة على الحدود لضمان أمن البلاد فبذلك سيستوجب على الرئيس المقبل وضع سياسة شاملة للهجرة تراعي هذه المعادلة المعقدة ولا تقف التحديات عند هذا الحد فهناك قضايا داخلية أخرى مثل الإصلاح الصحي والعدالة الاجتماعية إضافة إلى الحاجة العاجلة للتعامل مع تغير المناخ الذي أدى إلى كوارث طبيعية متكررة مثل الأعاصير والحرائق المواطنون باتوا يتطلعون إلى سياسات طموحة تعزز مناعة البلاد البيئية وتقلل الأدرار التي تلحق بالمجتمعات الأكثر تضرورا ملفات ثقيلة وتحديات عميقة بانتظار الرئيس الأمريكي القادم تتطلب منه اتخاذ قرارات مدروسة وشجاعة لضمان الاستقرار الداخلي واستمرارية دور الولايات المتحدة الأمريكية الريادية على الساحة العالمية في وقت يتزايد فيه التنافس على النفوذ والسلطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة